انقضت مهلة الثماني والأربعين ساعة التي كان أهالي العسكريين قد منحوها للدولة اللبنانية لتأتيهم بجديد في قضية أولادهم بعد نحو ثلاثة أشهر على اختطافهم لكن يوم الغضب كما سماه الأهالي بدأ بجدال وقع فيما بينهم بشأن إحراق إطارات في مقابل السرايا الحكومية ثم انقسموا مجموعة منهم قررت انتظار وصول الوزير والأبو فعور الذي كان قد اتصل بهم طالبا منهم التريث فيما قرر القسم الأكبر التوجه إلى الصيف في مقابل البيت المركزي لحزب الكتائب حيث قطعوا الطريق قطعا كاملا في كل اتجاه واعدين بالتصعيد خليني يتحملوا مسؤولياتهم لأنه بقرة لح تكون أكتر من هايك واليوم ما منعرف أي ساعة منفتح الطريق التصعيد بدوا يسكر بيروت بنا نطعه انتظروا مننا الأصعب لا يولادي لا ينحرموا من كلمة أبابا هني على الوزراء والنواب هني جابلون قطع طريق صارنا 13 أولادي بيسألوا على أيهم من هلهم عبكرة بيأجوا عبكرة بيأجوا وأي مات الأهالي لم يستجيبوا لمحاولات قائد سرية بيروت الإقليمية الثالثة المقدم توفيق نصر الله إقناعهم بفتح الطريق الصوت عم يوصل وسائل الإعلام موجودة والله الله عظيم طيب اسمحيني شوية بس اسمعيني أنا أبني تعتمع انت وغيرك وغيرك اسمعوني شوية لا أخذر الصوت وصل أطعى الطريق ما رح وصلنا للشي طالما نحن بعد ما تلتأينا بالوزير بفعول تأكدنا إذا في شيء إيجابي أم لا خلينا نفتح الطريق ماشي غور هالناس لمعطرة اللي هني كمان أهلنا وناسنا ولا جهود النائب إلي ماروني نجحت في إقناعهم الكتيب قلبا وقالبا معكم وجاي لكم أنه بيت الكتيب مفتوح لكم وإلنالكم من الأول إذا كانت المقايا دي لحاله هي الحال فنحن مع المقايا دي لكن في مطالب سرية تاني هي اللي عم بتعرقل هذا الحال فسقوا بالحكومة وسقوا بالدولة اللي عم تشتغل لإطلاق صراحون الطريق لم تفتح إلا بعد وصول وزير الصحة وائل أبو فعور الذي خاطب الأهالي بعيدا من عدسات الكاميرا ربما من واجبنا الأفصاح عن بعض التفاصيل أكثر طيط ما أنقلبهم الخوف بس من الناس اللي عم يتعطوا بهالملف إنه يحصل تسريب معلومات تؤدي لأي تخريب بالمفاوضات التي إلى حد ما بدأت تتحرك منايت عليهم إنه هاي التحرك هون ما بيؤدي لشي يرجعوا على الخيم اللي كانوا مجدين فيها وهوني قريبين من موقع القرار الحكومة عم تتواصل معهم رئيس الحكومة عم بيعط اللواء خير أنا عم بمر عليهم دائما عم نحطهم بالتفاصيل وبأمل إنه الأمور يعني بدأت تتحرك روية روية ما حدا يتوقع حلبا يوم ويومين نحن أمام مسألة طويلة بس رح نفتح الطريق لأنه هالأد كنا مقررين نسكره مش أكتر من هاي وبرجع بوعد هلأ من هاي دي النقطة نحن لحد هلأ ما نمتراجعين عن تصعيدنا مهما كلف الأمر إلى أن ننتج إلى أن ينتج إيجابيات جدية بالتعاطي بهذا الملف رح تودينا لأنه نشوف أولادنا بيننا يوم الغضب هذا لم يقتصر على بيروت فقد تحرك الأهالي شمالا أيضا حيث قطعوا طريق القلمون منذ الصباح بالاتجاهين بالأتربة والعوائق الحديدية ثم قطعوا طريق البحرية عند الثالثة من بعض الظهر كل شي بإيدنا رح نعمله اليوم رح نحط كل تقلنا بالأرض لأن بدنا نوصل رسالة وصرخة للي منوا عم يسمعوا وأعاد الأهالي وفتحوا الطريق البحرية بعد نحو ساعتين من الوقت واعدين بمزيد من التصعيد في الأيام المقبلة